السلام عليكم اليوم عنا درس مهم جدا في الوحدة اتكسين بيزنس معكم الاستاذ عجرود استاذ اللغة الانجليزية واليوم راح نديرو درس تحتاجو في كتابة الفقارات في الوحدة اتكسين بيزنس اللي مقرر على جميع الشعب الدرس هذا ايضا ممكن تحتاجوه في القرى الناس ساعة يعطيكم تحويلات مثلا يعطيك جملة بشود يقولك بدلها بموديل وحدة اخر لازم تعرفهم لازم تعرف العبارات اللي عبروا على ادفايس نعطيكم اكزامبل citizens should respect the law citizens هما المواطنين should respect the law هنا العبارة عنا الموديل اكزيلري should يعبر على ادفايس نعطيه به النصيحة we use it to give advice should طبعا هنا تقولوا لي should must could هذو كامل ما نستعملوه مش الادفايس نستعملو should فرات attention must راهي تستعمل obligation عنا الادفايس عنا should برك okay citizens should respect the law or should دي معنا stem respect تقول لي وشي هو stem عنا to respect هو الانفينيتيف هنا stem تعمل 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 شود وش نقدر نعوضوها بـ ought to هنا العبارة هي ought to طبعا to هذي ما هيش تعمل تع العبارة العبارة اسمها ought to نستعملوها to give advice هاد باتر والcontracted form هاد باتر هاد باتر عنا عبارة احد اخرى اللي هي if I wear you I would respect the law لو كان جيت مكانك I would respect the law هنا عندي I would plus stem of course respect the law عبارة احد اخرى هي it's advisable that it's advisable that هنا شوية مختلفة ورادات نستعمل عنا sujet لازم يكون عندي sujet وراد subject عندي verb بيانسور it's advisable that you respect the law عبارة احد اخرى هي I recommend I recommend بس هبعد I recommend عنا stem plus ing stem stem plus ing العبارة اخرى هي I would recommend respecting the law كيف كيف عنا stem plus ing الجي العبارة اللي نستعملها to give advice هما تبعوا معايا هنا عنا to express advice we use should plus verb ولا ولا shouldn't plus verb ليه negative form عنا add to plus verb عنا add to plus verb عنا add to plus verb عنا better better not plus verb better not plus verb if I were you I would ولا I wouldn't كيف كيف it's advisable that plus subject plus verb عنا I recommend plus verb plus ing I would recommend plus verb plus ing العبارات هذو تع advice نحتاجوهم كي نكتبو paragraph about how to fight an ethical practice في الوحدة هذي رح يطلب منك بزاف تكتب how to fight corruption for example how to fight counterfeiting how to fight bribery how to fight money laundering يعني سادي بون أي وحدة جيك في الاختبار في الامتيحان مع بالإضافة how to fight corruption اللي أصلا نقرأ تقرأوها في الكلاس يعني نكتبوها together we have to use عبارات كيما should ought to had better if I were you I would it's advisable that I recommend I would recommend يعني ما يصلحش نقعد نستعمله في فقرة فرد كلمة نقعد نعاودي should should شاك فوى لازم نبدل بسينانيم تاحها الدرس هذا على قدمه مهم جدا على قدمه سهل إن شاء الله تكونوا فهمتو see you in another video goodbye bye bye